مبارح كان فيه بيان بقى لربطة اللعبين المحترفين العالمية بتحذر اللعبين من انضمام لأندية الدوري المصري بسبب انتهاكات التعاقدات وكان فيه رد فعل واسع سواء من ربطة الأندية أو من اتحاد الكرة الغريب بقى ان اتحاد الكرة نزل بيان بالعربي بيستنكروا ويرفض بيان ربطة اللعبين المحترفين العالمية رغم ان ربطة المحترفين العالمية نزلت بيان بالانجليزي والعربي لان انت بتخطب جهات دولية منزل بيان بالانجليزي العالم كله بيشوفه اتحاد الكرة رد ردود فعله غريبة دايما لكن الافضل انه كان يبقى فيه بيان مشترك بالعربي والانجليزي ربطة الاندية والاتحاد الكرة علشان يردوا على البيان اللي بيسيق لسمعة الكرة المصرية نتمنى ان يكون في حل للازمة دي ويكون فيه توعية للاندية علشان ما نوصلش للمرحلة دي اديهو معاكوه على الهواء جماعة ده ربطة الاندية العالمية دي عيبة في سمعة الكرة المصرية والرياضة المصرية لما يبقى بيتحذر اللعبين من الانضمام للاندية المصرية دعيب واكيد مش كل الاندية في مصر انت انا شايف اقول نادي الاهلي مثلا مفيش محترف في النادي الاهلي اشتكى مفيش اي حد مفيش شاكه من نادي الاهلي ازا فيه اندية ماشي عندها مشاكل بس المشكلة في اتحاد الكرة بالمناسبة